إذن الأعراق والتقاليد إلى جانب كميات السلاح التي تمتلكها جعلت من العشائر العراقية طرفاً مؤثراً وصعباً على الساحة السياسية العراقية حتى باتت تنافس على إرضائها مطلباً أساسياً للأحزاب السياسية إن أرادت كسب مكاناً لها في مقدمة الكتال المتنافسة حيث ازداد نفوذ العشائر منذ 2003 بسبب ضعف سلطة الدولة إبان الغزو الأمريكي للعراق حتى باتت العشائر في أحيان كثيرة بديلاً عن القانون والسلطة الحاكمة تمتد العشائر العراقية من شماله إلى جنوبه حيث عادة ما تتركز العشائر الشيعية في الجنوب فيما تنتشر العشائر السنية في الشمال ووسط العراق في محافظات ديالة والأنبار إلا أنه في كثير من الأحيان تنقسم العشيرة الواحدة بين عدة مناطق من أشهر عشائر الجنوب نذكر مثلاً السواعد بني كاعب قبائل خفاجة المياح والبومحمد أما العشائر في وسط الفرات قبائل الجبور والموسوي والخزعل كما تنتشر الجبور في الشمال أيضاً إلى جانب عشائر شمر وطي وبن تميم أما العشائر في المناطق الغربية نذكر منها دليم أجمالي البوعلوان والبوعيسة وكان رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي قد استحدث في حكومتيه الأولى والثانية وزارة الدولة لشؤون العشائر وتجري منافسة بين العشائر في الريف في بعض الأحيان أكثر مما هي بين الأحزاب خاصة بين العشائر في الدائرة الانتخابية الواحدة لترجيح كفة مرشحها على حساب العشائر الأخرى حتى أن دواوين العشائر أصبحت في بعض من الأحيان أشبه بمنابر انتخابية للمرشحين شكرا